بعد ذلك نقل جثمان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله إلى مقبرة العود حيث ورية ثرى وتقدم جموع المشاركين في دفن جثمان الفقيد في المقبرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كما شارك في الدفن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الفقيد رحمه الله وصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموع غفيرة من المواطنين داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته